وكانت المديرية العامة لتربية صلاح الدين أعلنت فتح باب الاعتراض 14 يوما على قوائم المقبولين موضحة أن الأسماء غير نهائية وقابلة للتغيير وحسب الأوليات التي يتم تقديمها من قبل المرشح ضمن تعينات العقود وكان مجلس المحافظة قد أبدأ اعتراضا على قوائم تعينات التربية مطالبا رئيس الوزراء منع تمريرها قبل أعلان اللجنة التي شكلها المجلس نتائج مراجعتها للقوائم ومدى التزام تربية المحافظة بضوابط التعيين